على هامش الحياة اللبنانيين اللي بيتروقوا سياسي بيتغدوا سياسي وبيتعشوا سياسي صار لازم نتطلع الى الوضع العام اللي عم نعيشه يوميا والصعوبات اللي بترافقنا بكل نهارنا موضوع مهم انا يعني توقفت عنده عم توقف عنده اكتر واكتر وهو انه بيروت وضواحيها على وجه الخصوص والمدن الكبرى طرابلس صيدة كل المدن اللبنانية عم بتعاني من فوضى عارمه ومستشري بعملية السير وتنظيم السير والمخالفات على امتدادة من الاشرفية الى المزرعة الى الرمل البيضة الى الضاحي الى انطلياس الى خلدي الى كل شوارع بيروت الادارية والكبرى عجقات سير ولكن ليس لانه الناس كمية السيارات بعدها مثل ما هي مثل 2019 لانه الناس عم بتصف سياراتها بمخالفات على زوءها وبطريقتها وبالتالي لما منشوف صف تاني وصف تالت والسير وراهن كيلومتر كيلومتر او اتنين هيدا شو بينقال عنه ما بينقال عنه ظلم لاغلبية السائقين واللبنانيين ما بينقال عنه شي عم بيساهم بتحويل المدينة الى جحيم اكتر مما هو كانت عم بتعيشه من قبل باشواط ودرجات لهالسبب دعوة عاجلة الى كل المسؤولين الى المحافظ اللي انا بعرف انه قديش هو عم يشتغل من قلبه وحريص الى قيادة قوى الامن الداخلي الى القوى الامنية القوى السيارة ان يتم ضبط هذا الموضوع مهما كلف الامر لانه الاستمرار رح يحول بيروت الى شي مدينة لا يطاق فيها العيش